هناك إشكاليات أمام السيد محمد الشياء السوداني وخصوصاً هو اليوم أمام كتل سياسية تقليدية لديها باع في تغيير الواقع الحقيقي إلى واقع هش بالتالي إذا ما رأت هذه الكتل السياسية أن السيد محمد الشياء السوداني قد بدأ يعمل بإرادته الحقيقية أنا أرى أنها ستقف عائق لأن السيد محمد الشياء السوداني كان بمقدوره أن يقدم كابنته الوزاري قبل أسبوع من اليوم لكن الخلافات داخل الإطار التنسيقي الذي هو رشحه جعله يتأخر في تقديم كابنته الوزاري ولحد هذه اللحظة هناك إشكاليات على وزارة النفط ووزارة العمل التي هي حصة الإطار التنسيقي لم يقر الإسم لأنه قدمت أسماء وأنا أرى وحسب المعلومات أن السيد محمد الشياء السوداني قد رفضها لذلك لا نتأمل بارقة أمل حقيقية من هذه الكتل السياسية إلا إذا استطاع السيد السوداني أن ينأى بنفسه عنهم وأن يذهب ويمضي باتجاه تقديم ما طرحه في البرنامج الانتخابي أنا أرى أن الشارع العراق سيكون الدعم الأول له في هذه الكابينة وممكن هذا الشارع هو يعطي للسيد محمد الشياء السوداني الصلاحية أو يعطيه الضوء الأخضر للمضي في إكمال فترته الوزارية هذا كله سنراه في قادم الأيام وماذا ستقول إليه لأن البرنامج الذي قدمه برنامج يعني مبارك حقيقة لكن هذا البرنامج يقف عائقا أمام الفساد إذا لم يستطع الحد وليس فتح ملفات أو غيرها الحد من الفساد في مؤسسات الدولة لن يستطيع أن يقدم أي خدمة لأنه اليوم عندما يريد أن يحد الفساد في وزارة التجارة ممكن أن يقدم حصة تموينية كاملة للمواطن عندما يحد الفساد في وزارة الصحة ممكن أن يقدم خدمة صحية كاملة المعالم بالأدوية وغيرها والعمليات للمواطن عندما يحد الفساد في الكهرباء ممكن أن يعطي ساعتين أو ثلاث ساعات إضافية للمواطن هذه الخدمات التي تكلم عنها في برنامجه الانتخابي لا يمكن إلا بالحد أو تقرين الفساد في هذه الوزارات هل السيد محمد الشياء السوداني سيكون قادرا بحنكته وبخبرته الإدارية البرلمانية والتنفيذية قادرا على التعامل مع هكذا ملفات في خضم وجود كتل سياسية تقليدية تبحث عن المكاتب الاقتصادية تبحث عن المغانم والمكاسب تبحث عن وزارات تريد من خلالها الحصول على مردود مال لتمويل الأحزاب والكتل السياسية يعني هذا الموضوع أنا أرى أن السيد محمد الشياء السوداني قد تكون هذه أصعب لحظات حياته لأنه أمام مفترة طرقية أما يكون أو لا يكون